بيفتتح معرض أهل مدارس النهاردة أبوابه للجمهور بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر الحد يوم 25 سبتمبر ومن المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبيهدف المعرض لتوفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في مراحله المختلفة طبعا ولتخفيف العبء عن الأسر المصرية وفي بيشارك عدد من الشركات الكبرى في توفير المستلزمات وترحها بأسعار أقل من الجملة